أهلا بيكو أصحابي عاملين إيه وحشتوني خالص ورجعين مع حكاية الكلب والتعلب المكار هين بقى مع الكلب ده؟ أنا جعان ومش عارف أخد فرقة أكلها أعمل إيه؟ بقالي أسبوع مش عارف وهو واقف حارس المكان لازم ألاقي حيلة لازم أفكر التعلب المكار ده عايز مننا إيه؟ عمال يبصها لنا قوي أكيد بيفكر في حيلة أهملنا كنت يا تعلب يا مكار أنا مش ممكن مش ممكن أخذ ليك تضحك علي أبدا عامل إيه؟ مش مش أنا جبت لك هدية جميلة قوي عشان أنا بحبك شوف الجرس ده جميل إزاي؟ وصوته عالي وجميل هيعجبك قوي ياه أنت جايب الهدية دي علشاني؟ فعلا شكله جميل قوي أنا هلبسه ويبقى شكله جميل وكمان صوته عالي شكرا لك يا تعلوب خلاص كده أنا ديته الجرس أول ما سمعه أنه هو بعيد هاجي مع الفراخ بسرعة ويخد فرخة أكلها ها هاي ضحكت عليك يا مش مش مسكين أول تعلب المكار هو كده مفكر أنه ضحك علي أنا مش بحب صوت الجرس العالي بس أنا فاهمه وعايز إيه؟ عشان أول ما يسمع الصوت يضحك علي ويدخل ياخد الفراخ بس أنا هفكر وهدحك عليه مو مو مصد مو 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 مين اللي جاء؟ ميش ميش؟ زيك يا مش مش عامل ايلي؟ انت جيت وسيت الفراخ لوحديهم ليه؟ اوعى التعلب المكار يا كلهم ايه اللي معاك ده؟ اللي معايا ده جرس بالتعلب المكار الدهوني هدية عشان يضحك علي وأنا جاي لك علشان تساعديني هو الدهوني عشان يعمل صوت وأيعرف مكاني فين ويهجم على الفراف بس أنا جيت لك علشان تساعديني لازم ألاقي حل للموضوع ده يا مهر أبيض يا مش مش طب هنعمل إيه للوقتي هو كده فعلا لو صنع صوت الجرس هيعرف مكانك فين ويقدر ياخد صفحة يكلها أنا جيت لك علشان كده عشان تساعديني أنا هديك الجرس وتعلقيه في رئابتك وأول ما تتحركي هو هيسمع الصوت ويعرف أني أنا موجود هنا وأنا بسرعة هروح على المزرعة واستخبأ وأول ما ييجي مع الفراف هجري وراه مش هسيبه أبدا بك يا زكاية يا مش مش أنا موافقة أنا هاخد منك الجرس وأعد أتحرك كتير عشان هو يخمع صوته شكرا لك يا بقرة اتفضلي الجرس أهو يا ده شكرا جميل قوي يا مش مش ممكن تسيبهولي يبقى لي خالص أخذه يعني طبعا طبعا أنا موافقة اتفضلي ديكي خالص هو شكله جميل عليك يا سلام كده الكلب مش موجود هروح بسرعة أخد فرخة واجهك بسرعة أهرب يا إيه إيه بيحصل ده صوت الدرس بعيد وتوتا توتا خلصت الحدودة استنوني في حكاية جديدة نتوحشوني يا أصحاب ہوتا شكرا